برج الجدي مهم جدا في القناة وفي فيديوز كتير جدا لقناة وعندو بلاي لست مهمة قوي دخولوا وشوفوها هو برج الجدي سؤالنا النهاردة اللي تسألته كتير قوي ليه برج الجدي مغرور؟ هو برج الجدي مغرور؟ ليه برج الجدي شيف حاله؟ ليه برج الجدي ما بنعرفش نتكلم معاه؟ طيب السؤال هل برج الجدي التينك مغرور شيف حاله وشيف نفسه؟ الإجابة اه و لا لا و اه ازاي يعني؟ برج الجدي من بعيد اتحداكو 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 ثلاثة اتحداكو مع بعض لو انتو متعرفوش كويس هتقولو دافنتلي دافنتلي ان هو مغرور يعني شايف نفسه مغرور فعلا مغرور اوي 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 طيب هل انتو جربتو تتكلم معاه جربتو تقربو منه جربتو كنو صحابو؟ لا يبقى انتو متعرفوش برج الجدي برج الجدي من بعيد بيبان شخصية تانية خالصة ليه؟ برج الجدي برج بينتمي الى زخن برج جدي جدي جدا يعني جد هو برج اصلا عافيني توسستايد اللي هو شارب كده فعلشان كده دايما بيديكو انتو ان هو انتو شاس نفسه ما بيهضرش كتير و ما بيحبش الهضار يعني او ما يهضرش مع حد ما يعرفوش كويس طيب ايه كمان برج الجدي برج بيهتم بشغله بيهتم بطموحه بيهتم بحياته بيهتم ان هو هو دوا برج جدا ينجح في حياتو يعني مش تافه مش برج بقى تافه اسطحي لده برج جدن 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 عنده عمقه مش طبيعي فعلشان كده برج الجدي تشSonه difference فعلشان كده برج الجدي تش Try ش Being a woman مش فاضي معا ام عنده شغل كتير جدا عنده طموحة كتيرة جداир انا او صلى الله عنده احلام واهداف كتير قوي مش فاضي يا جماعة عشان كده هتفصل نواتي طيب برج الجدي برضو وثق في نفسه جدا عنده ثقة في نفسه مش طبعية يعني عارف امكانياته عارف قدراته عارف مهاراته عارف هو ايه بالزبط فعلشان هو وثق في نفسه جدا وثق في امكانياته جدا وثق في قدراته جدا علشان كده هو يعني دايما هيحسسك انه هو مغرور مع انه مش كده هو مجرد ثقته في نفسه وثقة عمياء برج الجدي فيه مشكلة يعني دي المشكلة الوحيدة برضو لحسسك انه هو مغرور انه هو دايما بيحس نفسه فائق الزكاء هو زكي وعارف انه هو زكي بس للأسد يعني فاهم انه هو زكي اكتر من الناس التانية فدايما بيفق قدرته عالتحليل وقدرته عالتفكير وقدرته انه هو بيعرف يحلل كل حاجة كويس جدا فدايما شايف نفسه انه هو دايما صح وناس التانية غلط انه هو بيفهم اكتر من الناس التانية كلها مع انه ده مش صح يعني ممكن يكون عنده احطاء برضو بس هو من كتر ثقته في قدراته وفكرة تستحليله وفي انه هو بيحلل كل حاجة بيبقى شايف نفسه الفعل وفكرة تستحليله وفي انه هو بيحلل كل حاجة بيبقى شايف نفسه الفعله انه هو الوحيد اللي بيفهم او اكتر واحد بيفهم وده هيديك شعور انه هو مغرور طيب ايه كمان؟ برج الجد صامت وغمض وقامض يعني ما بيتكلمش كتير فعشان كده دائما الشخص بيتكلم كتير وبيهزر كتير يديك انطباع انه هو شخص متواضع شخص حبوب شخص سهل شخص سهل الوصول اليه اما الجدي مش كده يعني الجدي مش بيتكلم كتير ما بيحبش يتكلم اصلا كسول شوية فتحسسك انه هو مغرور حسسك انه هو مغرور ولا اي حاجة يعني انا حت حكيت له على موقف اه انا اخويا جدي اه فاحنا كنا بفرح بنت خالي فانا بنت خالتي شفت اخويا فبعدين طولي انا نفس اروح اسلم على اخوك بس خايف هيكونش يعرفني فقلت لها انت ملونة يا بنتي يعني ما عرفتش انت بنت خالة انت هبلة هي بنت خالتنا خطلت انت بتاكد انها يعرف اسمي انتها يعرف اسمي طب تعالي معايا خدتها معايا قلت له ايه ازاك يا محمد ايه ده ازاك يا سعيد اخبارك قلت له ايه ده انت عارف اسمي طب جنته فاكر اسمي اصلا هو اصلا كمان باستغربة طبعا يا بنت انت بي ايه فهي البنت كان عندها امبراشن هو مش عارف اسمها اصلا ايه من كتره مهم بيتكلمش صامت غامض فالغموض ده بيجدي جزء من الشعور بالغرور يعني طيب برج الجدي اللي قربت منه هتلاقي حنينية مش طبعية هتلاقي طيبة قلب مش مش فضيعة ده رهيبة هتلاقي قلب ابيض زي قلب الخصايا علشان كده برج الجدي حاول تقرب منه حاول تلمس قلبه هتحاس ان هو مش مغرور نهائي هو صحيح هيبقى واثق في نفسه جدا لدرجة ان هو ممكن يخدعك ويحاستك ان هو مغرور بس هو في الحقيقة برج الجدي مش مغرور حقيقة مع العلم ان هو ظاهريا بيبقى ان هو مغرور بس لو دخلت جوه حياته لو دخلت جوه داخلياته هتلاقي شخص بسيط جدا كل حاجة فيها ببسيطة ومش معقد نهائيا 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 هو بس نفس الكلام كتير امنيت حياتي يا جماعة برج الجدي يعبر عن نفسه يعبر عن مشاعره يعبر عن حبه ارحمونا وعبروا عن نفسكو عبروا عن مشاعركو عبروا عن عبروا عن غيرتكو يا اخي او يا اختي هما بكلم على الستاتة وجود الجالة على فكرة هما الاثنين نفسه صفات بصدق بس في الاخرى على فكرة برج الجدي ناس محبوبة جدا وعندهم صحاب جدا وعندهم انتشار تحس ان هما منتشرين جدا يعني انا درسي تقريبا هتكسر بشكركم برب الفيديو يكون عجبكم متنسيش تعملوا لايك وتشاركو في القناة وكمان تعملوا شارل الفيديو لاي حد من صحابكو برج الجدي او مرتبط بحد من برج الجدي عشان يعرف حقيقته المرة هل هو مغرور ولا لا سؤال النهاردة انت لو برج الجدي بتحس الناس كلها بفعلا بتشوفك مغرور ولا لا ولو انت تعرف حقيقت برج الجدي انت فعلا بتتاهم بالغرور ولا لا جاوبوني اقولوني انتم تفرجوا منين متشأولوا لايك تشتركو في القناة وتعملوا شارل وكمان تعملوا فولو على انستجرام باتي وتعملوا فولو كمان تجاوبوا كمان تعرفوا حد برج الجدي بتحس الناس الفاكراكم مغرور ولا لا وليه تشكركو متنسوش تعملوا لايك كمان تشتركو في القناة باي باي وشوفك في فيديو تاني كنت موسوطة جدا